طيب نكمل اخبارنا ومن النادي الاهلي ايضا الكابتن محمود الخطيب النهاردة عمل اجتماع مع بيتس موسيماني عبر برنامج زوم وكان حاضر في الاجتماع مجلس ادارة شركة الاهلي لكورة القدم برئاسة ياسيم منصور وحسام غالي عضو مجلس ادارة النادي ولجنة التخطيط اللي بتضم محسن صالح وزكرية ناصف الاهلي قال ان الكابتن محمود الخطيب ناقش مع موسيماني بعض الامور الادارية والفنية الخاصة بالفريق الاول لكورة القدم ولم يتم استكمال منقشة باقي الامور في اجتماع اليوم نظرا للحالة الصحية الموسيماني والذي افاد انه سوف يعود للكهرة الجمعة المقبلة وهيكون هناك اجتماع اخر بعد وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة بيتس موسيماني نشر النهاردة على حساب تويتر مجموعة سوى الله برفقة وليد الرقراكي المدير الفني الفريق الوداد المغربي والمدرب بنجي وبعض المدربين الاخرين على هامش حضورهم دورة تدريبية في المغرب للحصول على رخصة كاف بروت جدا من شايفين بيتس موسيماني عدم المدربين للأفارقة والأجانب والمغربة صور جميلة ورجل سليم هو الحمد لله معافة ربنا يا رب يحميه يعني ان شاء الله ما يبقاش عنده اي حاجة عشان هو زي ما ظهر في النادي قال ان هو كان تعبان بس هو زي الفلة والحمد لله بيتس موسيماني هو الملاحظ بس في الدورة تدريبية دي ما كانش فيها ولا مدرب مصري ملحوظة كده على الهامش يعني تحتها خبطين تلاتة يعني ننوح ناخد دورات يا جماعة احنا مدربين كبار وفنين رائعين وكل شيء بس الدورات دي مهم كده كل دورة مصرية ومغربية وافرقية وعالمية نبقى موجودين فيها ونشوف مدرب بياخد دورات كتير عشان نبقى مدربين عندهم مهارات فنية وكمان علم العلم مهم جدا واكيد فيه مدربين بياخدوا دورات انا مش بقول كده انتقادا في مدربين المصريين يعني على فكرة 80% على اقل من المدربين اللي بيشتغلوا في الدورة المصري هم واخدين دورات وواخدين حاجات علمية كويسة بس الدورات دي ما بتتوقفش يعني كل شوية بتاخد دورات وكل شوية بتتعلم دي الصورة ايام او الصور من مشاركة بيتسو مسماني في الدورة التدريبية اللي اقيمت في المغرب وكان مع وليد الركراكي المدير الفني اللي هزم بيتسو مسماني في نهاية دورة ابطال افريقيا مباراة الودايدة عن نادي الاهلي طيب نكمل مع حضراتكم طبعا الكلام كتير الايام دي عن الاسماء اللي ممكن تكون بديلة لبيتسو مسماني لو قرر النادي الاهلي انه ينهي الموضوع بينهم حتى الان لم يقرر الاهلي اي شيء في موضوع بيتسو مسماني احنا بنفكر مع بعض ونتكلم مع بعض بس النادي الاهلي هو صاحب القرار وغالبا النادي الاهلي مش من الانداء اللي ممكن تماشي مدرب في نص الموسم فمسيماني ممكن يبقى مكمل مع الفريق دون اي مشاكل خاصة انه نجاحات بيتسو مسماني اكيد تشفعله عند النادي الاهلي وجماهيله ولكن الوكلة وكلاء اللعبين بيستغلوا الوضع يقولك ايه ارمي سي في ارمي اسم مدرب للاحسن الاهلي يماشي بيتسو مسماني في اي لحظة فاسم المدرب داي يكون قدام طاولة النادي الاهلي